اشتركوا في القناة وصرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع شهد متابعة المشروعات الجارية لتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بما فيها المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين الايوبي في اطار خطة الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة ورونقها التاريخي العريق وفي ذلك السياق وجه السيد الرئيس بالاهتمام بصون المواقع والمنشآت الاثرية وذات القيمة التاريخية بحيث يتم ابراز الطابع الفريد والروح المعمارية الاصيلة للمنطقة بالاضافة الى زيادة المساحات الخضراء لتصبح متنفسا لسكان المنطقة والمترددين عليها وان يتم تنفيذ كل ذلك في اطار متكامل ومتصق مع الاعمال الجارية لتطوير المجتمعات المجاورة على النحو الذي يحسن جودة الحياة بالقاهرة على صعيد مختلف الابعاد التنموية سواء العمرانية والحضارية او الثقافية والسياحية كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل الاجتماع تناول متابعة عملية تطوير منظومة التقادي على مستوى الجمهورية حيث تم عرض ابرز المحاور في هذا الاطار ومن بينها التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام الى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز استخدام احدث الوسائل التكنولوجية في هذا الصدد بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة واضاف المتحدث الرسمي ان السيد وزير العدل عرض ايضا مستجدات الجهود الجارية لاعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الاسرة وهي مشروع قانون الاحوال الشخصية للمسلمين ومشروع قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين فضلا عن مشروع قانون انشاء وتنظيم صندوق دعم الاسرة المصرية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الخصوص باجراء حوار مجتمعي واسع ومتعمق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الاولية والانصاد باهتمام وجدية لجميع الاصوات واستيعاب مختلف الشواغل والاراء التي من شأنها تحقيق الاغراض المنشودة من القوانين وهي صون الحقوق وحماية الابناء ودعم ترابط الاسرة على النحو الذي يحقق المصلحة العامة